الأهلي محتاج إيه عشان الأمور تتحسن قدما تبقى الكلام كله سلبي محتاج يعمل إيه عشان يحسن أمور الأهلي محتاج جزئتين جزء مضباطي شوية الفريق محتاج يتقفل عليه أكتر الفريق محتاج أن يكون فيه سيستم جوه أكتر للأسف الشديد أن أكتر فترة تصدر فيها مشاكل وتصدر فيها كلام جوه قط اللبس هو الفترة الأخيرة في النادي الأهلي صحيح إمام عشور ثم قبليه قبليه قبشة ثم تاوعب قادر وصلاح محسن كلام كتير قوي وده ما كناش متعودين على الجوه النادي الأهلي دايما النادي الأهلي مشاكله كانت بتتحل بدون محد يحس دلوقتي بقينا نحس أن كل فترة لازم بتصدر مشكلة بتصدر مشكلة يعني اللعيبة اسمها بينطرع الإعلام يعني فيه عدم تركيز يعني فيه مشاكل كتير بتحصل يعني فيه ذهنيا هو مش حاضر دي من النقاط المهمة جدا اللي محتاجة النادي الأهلي أن الأهلي محتاج يقفل على نفسه اللعيبة محتاج يتقفل عليها جدا الفترة الجاية محتاج ترجع تمسك الفريق مرة تانية وتمسك اللعيبة دي بالنسبة لجزء النفسي أما بالنسبة لجزء الفني أنا أعتقد أن الأهلي وكولر محتاج بشكل قادة شوية يسبب التشكيل الأهلي محتاج يسبب التشكيل أنا شايف أن الأهلي من أول الموسم لحد اللحظة دي يا جيمي مافيش مطوشين ثلاثة وراء بعد الأهلي اللعب بتشكيله واحدة أنا متفهم معك انت في معاك ان الفترة الحالية محتاجة تثبيت لان العناصر بس مش للسبب ده السبب ان العناصر البديلة مش جاهزة دلوقتي لكن في لقطة مهمة الرجل كان بيعمل كده السنة اللي فاتت وكان بيغير وكان بيكسب وكان اللي بينزل من عالدك كزي اللي موجود في المعاك السنة اللي فاتت كان في وقت في اخر الموسم انت كنت اجباري بتعمل ده لا لا بالعكس هو كان بيعمل ده من اول الموسم وحصده بعد مشكلة سانداونز من اول مارس الشهر اللي بيقع فيه الاهلي كل سنة موقعش لانه قدر يعمل الروتيشن في الاول فالمشكلة مش الروتيشن مشكلة في التجهيز انا شايف ده مشكلة في التجهيز وشايف انه حتى الروتيشن يكون بحسابات في التوقيت الحالي اديئ بكتير حسبت تشكيلتك في الملعب لحتى ربكت مضوط بس بشكل فيه انطاق اديئ شوية لكن الاهلي في اخر عشر ماتشاط لو جيتت بص على تشكيلته هتلاقي نادر اول ما ماتشنة لعبه بتشكيلة واحدة واربعة بيحصل اللعب كتير في التشكيل انا متفاهم جدا ايه ده ممكن يحصل في اوروبا مثلا لكن اللعب المصري مش بيتفاهم ده اللعب المصري لو اديك مطش حلو تاني مطش نفسه على الدكة ما بيديكش احسن حاجة تانية تما هو تسبيل التشكيل ده بقى اصلا هيخلي الباية كله زعلان ليه اي فريق فيه فيه قوام اساسي وفي قوام بحتياتي